لو انت بتشتغل فريلانسر في اي مجال او حتى بتشتغل فول تايم او هتشتغل فول تايم في اي شركة الفيديو ده هيفيدك جدا في ان انت توفر اكتر من خمسين في المية من مجهودك ووقتك اللي انت ممكن تبزلهم وتبزل اكتر منهم كمان لو ما عملتش الحاجات اللي هقولك عليها في الفيديو ده بجد دي حاجة انا كنت اتمنى عرفها من تلات اربع سنين ورد الفيديو سريع جدا وقصير بس هيفيدك جدا فحاول تكمله معي للاخر ولو انت اول مرة تشوفني على اليوتيوب فالقناعي لو انت لس ما اشتركتش خلينا بقى نبدأ مبدأين كده خلينا نلقي نظرة على المراحل اللي بيعدي بها اي حد بيشتغل في اي حاجة انت دلوقتي لو حد شغال في الجرافيك ديزاين او في الموشن جرافيك او حتى في الهندسة او في الماركتينج اي ان كان اي مجال شغلك هتبقى بتتعامل مع كلينت او مع مدير والكلينت او المدير ده بيديك تسكات او بيقولك هو عايز منك ايه وانت بتعمله وبعد ما بتخلص شغلك او التاسك بتاعتك بتسلم هانه ولو انت بقى حد حينك شوية وانت بتشتغل هتفضل تقوله انت بتوصل لايه وتورهوله بحيث ان انت تبقى بتوريه شغلك اول باول فمش بعد ما تخلص البروجيكت كله وتورهوله يقولك لا ده انا مش عايز كل الكلام ده عيدهولي كله ده لو انت حينك يعني بس لو انت حينك اكتر بقى ممكن تعمل ايه تسلم الكلينت او المدير بتاعك كزا نسخة من التاسك اللي هو طالبها يعني كزا شكل من اللي هو طالبه ايه ده يعني انا هعمل كزا شكل طب ما ده مجهود اوفر هانا كده بوفر ايه لأ صدقني انت بتوفر كتير وهقولك ازاي هو مش مجهود اوفر وهقولك ازاي تعمل كزا نسخة من نفس الحاجة من كغير مجهود اصلا بس قبل ما اقولك كده خلينا اقولك ليه اصلا تسلموا كزا نسخة من نفس الحاجة علشان حاجتين اللي اتنين اهم من بعض اول حاجة فيه هم ان الموضوع ده بيلعب على عقل الكلينت في حتة كده ان هو غالبا مش هيطلب منك تعديلات طب ازاي ده بيحصل وازاي مش هطلب منك تعديلات لما تسلموا كذا نسخها انت لو سلمتوا الطاست بتاعتك بنسخة واحدة بس هيبص فيها وغالبا مش هتعجبوا او في حاجات هيبقى عايز يغيرها فيها فهتسمع حد بيقولك تسلم ايدك ده حاجة حلوة جدا وبتاع وانت شغال فيها زي الفل بس انا عايز كذا 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 يعني البروجيكت كله تعاد منك برغم ان هو لسه ايلك تسلم ايدك وتشغل زي الفل وبتاع بس هو كان بيقولك كده عشان هو راجل زوق ده هو راجل زوق طبعا هيعمل كده يعني ممكن ما يقولكش كلام ده خالص بس الفكرة ان انت لو سلمت له نسخة واحدة بس غالبا هيعدل عليها وانت هتبقى مضطر ان انت تعدل عليها تاني او تشتغلها من الاول في بعض الاحيان طب لو سلمت له كذا نسخة خلي بالك ده بيغير صيغة السؤال من هو ده عاجبك ولا لأ لأ لانهي فيهم عاجبك اكتر يعني عارفوا انت في الكلية مش بيقى في اسئلة صح وغلط وفي اسئلة اختيارات اعمل حسابك بقى ان انت كده لغت له سؤال صح وغلط وحطت له سؤال اختيارات انت مش هتقول لي غلط او صح انت هتقول لي عايز اني فيه حتى لو اللي انت هتعوزه ده مش هيبقى اكتر حاجة عاجبك في الحياة بس خلينا شراح انت لما هتعمل كده هيبقى فيه حاجة اصلا انت مرجحها عن البيئ يعني انا شخصيا لما بعمل شغله هعمل منه كذا نسخة بيبقى فيه نسخة معينة انا عارف ان هي دي احلى واحدة فيهم واكتر حاجة high quality فيهم وببقى عارف ان غالبا انت لاني انت هيختارها لكن بقدم له برضو باقي نسخ حتى لو هما اقل منها في الجودة وده بيقى مقصود ان انت تحط حاجة حلوة جنب حاجة يعني نص نص فاللي قدامك يشوف الحاجة الحلوة دي فعلا حاجة حلوة علشان هيتقارنت باللي جنبها اللي هي نص نص فحين انت لو ادت له الحاجة الحلوة دي بس لا ده هيطلع فيها العذر مش هيحس ان هي حلوة ولا حاجة وحتى لو حسس ان هي حلوة هيبقى برضو بيفكر ازاي طلع فيها تعادلات او ايه taki manhood لكن لو حطيت حاجة بجودة عالية جنبها حاجة بجودة متوسطة الجودة العالية هتبان فيها جدا سايدا فدي اول حاجة هتأثر فيه لما تقدم له نسخ كتير مش هيقول لك اه او لا غالبا مش هيطلب تعدلات بس هيختار الحاجة الحلوة في الموضوع ممكن تقعها في حتة مش لذيذة انا ساعات بقعة فيها لما بقدم حاجة حلوة وحاجة اقل منها شوية ساعات الكلينت بيختار الاقل منها شوية وده بيدايقني انا شخصيا بس في الاول في الاخر برضو ببقى وصلت اللي انا عايزه ان انا خلاص انا مش هعدل على الشغل تاني هو شايف كده او هو حبب ده فتمام خلاص مفيش مشكلة تاني حاجة بقى هتفيدك جدا لما انت تقدم نسخ كتير من نفس الحاجة ولما اقول لك نسخ كتير ده يعني نسختين او تلاتة مش خمسة ستة يعني هي ان انت ببساطة شغلك هيعلي على شغلك مش هتتقارن مع حد انت شغلك هيتقارن بشغلك هيقول لك اه ده هنا حلوة قوي بس هنا مش عارف ايه مفيش مشاكلة قارن شغلي بشغلي مش مشكلة بس ما تقارنش بحد ده اهم حاجة ان انا ما تقارنش شغلي بشغل حد تاني علشان ده بيدي فرصة للناس ان هيت نفسك او تعلي عليك طب مش هبصلك واقول لك مثلا اه ده انت شغلك حلو بس اصلا احمد شغله احلى اوائل كان عامل في الحتة دي مش عارف ايه لا 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 انا مديك كذا اوبش انا هو قارن بينهم مليش ده او بالباية الحاجات دي كلها الكلاينت بتاعك او مديرك في الشغل هو بيقاملها من غير ما ياخد باله من غير ما يقصد اصلا انت بس اللي بتبقى فاهم بعد طبعا ما هتشوف الفيديو ده انت بتعمل ايه بالزبط معي طب انا بقى لو انا شغلي مش بيحتمل ان انا عمل كذا نسخة يعني ان انا عملت كذا نسخة انا فعلا هعمل كذا بروجيك وهشتغل عليهم كلهم زي بعض الموضوع هيبقى مرهق مش هوفر بقى ولا وقت ولا مجهود ولا بتاع اعمل ايه بقى ساعتها ايه بقى التركاية اللي هقولك عليها علشان تعمل كذا نسخة بمجهود نسخة واحدة بس انت هتشتغل التركاية بتاعتك وهتجيب فيها اخرك هتعمل فيها كل حاجة تقدر تعملها هتطلع فعلا شغل هاي كواليتي او بجودة عالية جدا ها خلصت طلقت التركاية بتاعتك هتاخد شغلك وانت تعدل عليه انت نفسك تحط لنفسك تعديل عليه اي ان كان بقى ايه التعديل لو انت حتى عملت فعلا كل حاجة عندك ومطلعه هاي كواليتي فانت مش هتعرف تعلي على نفسك او مش فيه حاجة معينة محتاجة تتعدل علشان يبقى احسن غير فيه حاجة علشان يبقى اوحش ايوة انا بقول لك علشان يبقى اوحش حاجة صغيرة تفصيلها صغيرة جدا غيرها فيه جعلي بقى انت كده عملت النسخة تانية فيها حاجة م lit buz ما بقيتش هي الابلانينة ميتغير فيها حاجة عملت النسخة التانية هيت النسخة التانية لأنطلع تحديد وتضع وانت فيها تعديل كمان عملت التعديل الصغير دى خلص أنطلع تجعلت نسخة ليت mashix واحدة مختلفة عن الاولادية اللي هي high quality حاجة بسيطة وواحدة تالتة مختلفة حاجتين ففعلا بقى عندك ثلاث نسخ مختلفين الكلاينت بتاعك او موديك في الشغل ممكن يختار بينهم فانت برضو حطيته في حتة الاختيار حتى لو الاختلافات بسيطة بس برضو ده ادي له اختيارات طب ما الموضوع حلو هاو زي الفل وفعلا بيوفر وقته مجهود انا احمله على طول بقى خلي بالك زي ما قلتلك الحاجات الحلوة اللي فيه لازم برضو اقول لك عيوبه ايه عيوب او مساوي ان انت تقدم كزا نسخة من شغلك مبدئيا خلينا نتفق ان انت المفروض تعمل كده مع حد انت مش عارفه وهو مش عارفك كويس قوي علشان ببساطة انت بعده هتشتغل مع حد خمس ست مرات انت المفروض هتبقى عارف دماغه وهتبقى عارف هو بيحب ايه ولما هتديله حاجة هتبقى متدهاله وانت خلاص عارف انها مش حيجي عليها تعدلات اصلا انت عارف ان هدي دماغه وعارف ان هو ده اللي هيجبه وهتعملها فانت هتستغل حاجة زي كده وتفضل تديله اختيارات لحد ما توصل لدماغ العميل او دماغ المانجر بتاعك وتعرف هو عايز ايه بالزبط بعد كده ما تدلوش اختيارات علشان ده هيخيروه يعني على قد ما ده كان بيعمل حاجات كويسة في الاول بس بعد كده لو انت خلاص عارفت دماغه وديته كذا اوبشن هو هيحطار فما تحيروش وما تحيرش نفسك وما تتعبهاش تاني خلاص تاني مشكلة ممكن تقع فيها لو انت حد بيعمل ده كتير قوي وبيقدم كذا اوبشن لكل الكلائنس بتبقى او لكل الناس اللي بتعمل معاهم ان ده هيتاخد عنك خلاص ان انت بقيت حد خلاص على لما بطلب منه حاجة بيديني 700 اوبشن اختار منهم فده الطبيعي لو قدتني اوبشن واحد خلاص انت يعني مش هيتقبل منه هتبقى انت قدمت نفسك وعرفت نفسك ان انت بتعمل الشغلانة مرة واثنين وتنية او اربعة وبتقدم هيلي بكذا شكل وبكذا اسلوب فهو ده الطبيعي بتاعك ما تخليش حد ياخد عليك كده خليك فليك فليكسبل او مارن في الشغل اه بس ما تخليش ان ده اللي يطلع عليك فزي ما قلت لك حاجة زي كده هي قوية جدا ومؤثرة جدا وهتوفر عليك وقت ومجهود كبير بس تستخدمها بزكاء سلام علي